بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله رح نتكلم عن الحوت الأزرق حال تتصور معي أن مخلوق يعيش في البحار يزن أكثر من 150 طن هذا المخلوق الذي يبلغ طولة أكثر من 30 متر و50 متر ينطلق بكل حرية ومرونة ويصداد ويمارس كل الأعمال التي تمارسها سمكة صقيرة تصوروا معي لو أن البشر صنع آلة تزن 150 طن ما هو حجم الطاقة التي تحتاج إلى تحريك هذه الآلة وعدد المهندسين الذين سيشرفون على بناء هذه الآلة والبرامج اللازمة لتحريك هذه الآلة لنقارن بين خلق الله وما أنتجته الحضرات البشرية بالتأكيد لا مجال المقارنة والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر